السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أسف مرسلين أهلاً واسعاً بكم جميعاً في هذا الفيديو سأقدم لكم مقترحات الفلسفة لدورة جوانفين واربعة وعشرين كما قلت لكم البارحة أنه سيتم نشر المقترحات في ثمانية نوفمبر بعد العشرين نوفمبر ودائماً أني أنشر المقترحات في بداية السنة ناجد أن يتمكن التلاميذ من دراستاته المقالات بكل أرياحية كما انشرتهم في دورة الجوانفين وثلاثة وعشرين في شهر ديسمبر كون التلاميذ بدأ في شهر ديسمبر أنه أراه جاب نقطة مليحة في مادة الفلسفة لأن المقالات التي نشرتها في بداية السنة هي نفسها التي وقعت في شهادة البكاموريا ولم أغير أي مقترح من المقترحات التي نشرتها نبدأ على بركة الله بشعبة العلوم التجربية والرياضية عندكم العنف والتسامح عندكم العلوم الإنسانية وتوضيع فيما يخص العلوم الإنسانية يجب دراسة المقالة الرئيسية وبعدها تركزون على علم النفس أنت لما تقرأ العلوم الإنسانية رك تفهم علم النفس لأن المقالة الرئيسية تشمل كل شيء منصل شعبة التك Cheryl من Roger تمّbard من القالة الرئيسية والفلسفة الرئيسية تمّون Ten不 الثالثة تركزون كثيرا على المذهب الوجودي والبراغماتي أما بالنسبة للمذهب الحسي والعقلي فهموا فقط ولكن تركيز داع كامل رح يكون على المذهب البراغماتي والوجودي عندكم العلوم الإنسانية نفس الشيء انتم شعبة العلم التجربية وشعبة الرياضية تركزون على مقالة علم النفس تقرأوا المقالة الرئيسية وتركزون على علم النفس عندكم البيولوجيا وآخيرا التجربة مقياس العلم تنبيه في المذاهب الفلسفية يقدر يعطيك في شهادة الباكالوريا مقارنة بين المذهب البراغماتي والوجودي تفقنا تفهمنا يا شعبة التقنية الرياضية تصير اقتصاد نذهب إلى شعبة اللغات أجنبية عندكم العولمة عندكم العنف والتسامح عندكم الحرية والمسؤولية وعندكم المقارنة بين العلم والفلسفة واحتياط أنكم تقرأوا شوية المقارنة بين المشكلة والإشكالية المقارنة راه من سنة 2011 شعبة اللغات أجنبية حذاري جد كثيرا من المقارنة اتفقنا يقدر يعطيكم العولة منهجية الجدل ولازم عليكم أنكم تعرفوا منهجية الاستقصاء بالوضع حذاري أن نكتذب إلى شهادة الباكالوريا ولا تعرف منهجية الاستقصاء بالوضع اتفقنا شعبة أداب وفلسفة في باكالوريا 2023 عطيتهم مقالة واحدة مقترحة فقط والمنشور مزال في مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت لكم بأنه اللي موقاري والو في مادة الفلسفة يذهب بمقالة الأنظمة الاقتصادية يقرأها قبل جدل والمقالة في الأصل تقرأ جدلية وبعدها حول فقط وكتبت لكم أنكم تركزون على الدفاع عن الرأسمانية وبالفعل وقعت هي ودرتهاي لكم بالطريقة الجدلية ودرتهاي لكم كذلك استقصاء بالوضع مقالات واجدة وراهي منشورة في المدونة الخاصة بي المدونة الخاصة بي راي فيها المقالات الفلسفية على ما تحملها ممتازة هو أنكم تكسبوا فقط في جوجل مدونة الأستاذ محمد التعليمية فلسفة لازم تضيفوا كلمة فلسفة لكي يظهر الموقع الخاص بي هاكم تلقاوا المقالات رحوا فقط للأقسام تلقاوا قسم متعلق بالمقالات الفلسفية هو أنكم تلقاوهم PDF إذا ملقيتوا شو المقالة اللي تحوسوا عليها عارفوا باللي من زي 8 شهرتها نذهب إلى الشعبة التي معاملها 6 شعبة الأداب وفلسفة شعبة الأداب وفلسفة هو أن البكالوري مهيش فلسفة فقط طالبا رهم جابوا 17 في مادة الفلسفة والكشفره عندي بعثوه للتلاميذ والله يغرر 17 ونص والله 17 لم أتذكر المهم يا 17 يا 17 ونص وما جابش شهادة البكالوريا لا يجب عليك أنك تركز على مادة الفلسفة وتهمل باقي المواد عندك مادة الرياضيات عندك مادة التاريخ والجغرافيا عندك مادة العلوم الإسلامية هذو المواد تجيب بهم الباقي عادي تجيب تخدم شوية في العربية وفلسفة ليس تخدم فور فور ليش هذ ما تخدمش في اللغات نفترض أنه انت ضعيف في اللغات يعوذها بالرياضية تعوذها كذلك بالتاريخ والجغرافيا معامل ربعة الـ 16 والتاريخ والجغرافيا والله صراحة عندكم الحقوق والواجبات عندكم السياسة والأخلاق وعندكم العادة والإرادة العادة والإرادة راهي احتياط ولازم عليك أنك تطرح عفوا تقراها العادة والإرادة راهي من سنة 2018 آخر مرة وقعت في 2018 منهجية تحليل نص نعم أي استفسار والله خليوا لي التعليقات أسفل الفيديو وإلى اللقاء